طيب دايما الراجل يحسس البنت اللي هو ايه انا بحب الاحتواء انا حب تبيه مهتميه بكل تفاصيلي فلما البنت تبتدي ممكن تكون هي تقيلة بس لما هو يفضل يقولها انا بحب تهتمي بكل حاجة انت مسألتيش علي النهاردة ما شفتنيش كالت ولا لأ طب اصلا خلاص الشغل ومسألتيش فتبتدي البنت تفتكر ان دي الطريقة اللي هو بيحبها فتبتدي تهتم بزيادة طب لما بتهتم بزيادة هو بينسحب او تحس ان هو هي بتدي اكتر طب احنا نعمل ايه؟ وده اللي كنا بنقوله ما تديش حاجة انت ما بتحصلش عليها في العلاقات ما تديش حاجة انت ما بتحصلش عليها ولو انت شايف وده في حاجة بقى مرعبة في العلاقات الانسانية كمان لو انت شايف ان الطرف التاني متمسك بيك بشكل مبالغ فيه رغم ان انت ما بتديش حاجة في المقابل اخلع ليه بقى؟ ليه بقى؟ لان ده مش حب ده بنسميه تعلق مرضي تعلق بقى اللي هو انا بحب ايمان فأنا بطريدها في كل كلمة كبيرة وصغيرة وكل كلام الحب وكل تصرفات الحب وكل أفعال الحب في حين الإيمان بتعمل نعادي يعني ده مش يعني لما تيجي تعاضي مع أصحابك بقى وتقول لهم ده بيعمل وبيعمل يقول لك يا نفسينا في واحد زي ده أقول لك اخلاعي اهرابي ليه ده تعلق مرضي عارفة ده لو قلتله أنا مش مكملة بنشوف نحن جرائم مؤخرا اللي قتل حبيبته واللي مش عارف قتلها هو ده ده تعلق المرضي ده مش حب هو متعلق بس لكن هو مش مش شايف هو شايف فيها الصورة اللي هو بيرسمها ممكن تكون صورة أمه مثلا اللي ماتت وهو صغير فأكد صورة حبيبة قديمة لي حببها زمان وما كان صورة مثالية هو رسمها في دماغه فدي كلها ده مش حب احنا برضو عندنا مفهوم الحب يعني فيه عاك كتير لحقيقة مش واضح عند الشباب يعني الحب ده السوشال ميديا بوزت حاجات كتير جدا من بينها مفهوم الحب ومفهوم العلاقات ومفهوم الارتباط والأسرة والزواج كمان بالزبط جدا وكل ده محتاج أعادة هيكلة ترجمة نانسي قنقر